اعملي انا دلوقتي I want to send a postcard to my friend داليا عايزة ابعد بوستي كارد لصحبتي داليا دودو واحكي لها عالحاجات الجميلة اللي انا بشوفها هنا في اسوان بس مش عارفة اكتب لو حد من اصحابي هنا كان حيساعدني اني اكتب على البوستي كارد هاي سوسكا اكيد مش بسي بي اللي حيساعدني عايزة انا ساعدك في ايه يا سوسكا عايزة اكتب بوستي كارد لصحبتي داليا يعني ايه بوستي كارد يا سوسكا انا قولت برضو بسي بي مش حينفع هاي ماي فريندز بقلد الحمد لله انك جيت انا سمعك يا بيزي بي بتقول يعني ايه بوستي كارد بوستي كارد هو كارت مرسوم عليه رسومات جميلة احنا بنجيبه وبنكتب عليه كلام ونبعته لاصدقائنا عايزة اكتب تساعدني يا بوقلوس اكتب بوستي كارد لصدقتي داليا اوكي سوسكا بس الاول في شوية كلمات لازم تكون يعرفيها عشان تقدري تكتبي البوستي كارد احنا نسمعك كلمات من مس ايمان وبعدين انا هعلمك ازاي تكتبي على البوستي كارد مس ايمان تمام يا فنديم وحنفهم كل الليسن مس ايمان انا عايز اعلم سوسكا ازاي تكتب لصدقتها على البوستي كارد ممكن تقول لنا الكلمات اللي احنا هنستخدمها عشان انا افهمها بعد كده ازاي تكتب حاضر يا بوقلوس انا هقول لكم الكلمات بس ركزوا معايا وفهموها كويس وبعدين انت ابقى فهم سوسكا ازاي تكتب على البوستي كارد بس اللي اول مرة يشوف القناة بتاعتنا ما ينساش يشتركوا يفعل الجرس وهيلاقي في صندوق الوصف رابط جروب التليجرام اهلا بي ولايك للفيديو وlet's get start اول كلمة من كلمات listen one في unit 4 اللي اسمه looking after our world يعني الاعتناء بعالمنا احنا عارفين حبيبي ان look معناها ينظر look at the board يعني انظر على السبورة لكن look من الافعال اللي بتغير معناها بتغيير حرف الجر اللي وراها زي مثلا لما بتكون look 4 بيبقى معناها يبحث عن اما look after معناها يعتني بي looking after الاعتناء بي انا لما زودت ing لlook اصبحت اسم اسم الفعل فهنا هي جاي بمعنى الاعتناء بي our world بعالمنا our ده سفة ملكية بتاعتنا احنا وجاي بعدها الحاجة اللي ملكنا اللي هو العالم world اما اسم listen بتاعنا النهاردة listen one من unit 4 my visit to elefantine island طبعا احنا عارفين ان visit verb بمعنى يزور ولكن هو كمان نون اسم بمعنى زيارة فهو هنا جاي زيارتي my visit to elefantine island island يعني جزيرة والاس هنا silent ما بنقولهاش island 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 اما قرر الكلمة حبيبي يقوله ورايا island اما elefantine دي اللي هنطئين هتلاقيها البعض بيقولها elefantine والبعض بيقولها elefantine النطئ الامريكان هو elefantine my visit to elefantine island elefantine island elefantine island elefantine island my visit to elefantine island زيارتي الى جزيرة elefantine اول كلمة عندنا هي forest forest يعني غابة forest ياريت بقى ايه تكرر ورايا forest 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 island زي ما قلنا حبيبي هنا الاس silent ما بقولهاش island island جزيرة وجزيرة هي قطعة من الارض بيبقى حواليها المياه من كل ناحية فبتبقى اسمها جزيرة island 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 lake lake بقى العكس بحيرة بتبقى مياه وحواليها الارض من كل الاتجاهات فدي اسمها lake lake وبتبقى بحيرة عزبة lake 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 mountain 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 جبل mountain 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 جبل والوراية mountain 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 water waterfall waterfall يعني شلال كلمة full يعني يقع فلما تكون المياه ماشية في مكان وبعدين ييجي منحدر او فجأة تقع فبتكون شكل شلال بيبقى شكله جميل جدا فسمناه waterfall waterfall على اسم يقع waterfall 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 coral reefs احنا خدناها قبل كده اللي هي الشعاب المرجانية coral reefs coral reefs coral reefs coral reefs coral reefs sunset غروب الشمس طبعا احنا حارفين ان sun يعني شمس set sunset على بعضها غروب الشمس sunset 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 rear calendar rear calendar rear calendar rear 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 calendar يعني تقويم نادر calendar يعني تقويم او نتيجة النتيجة اللي هي بتاعت الايام والسهور rear calendar rear وrear يعني نادر ونادر يعني مش موجود كتير فrear calendar تقويم نادر rear calendar rear calendar من بيقول ورايا rear calendar rear calendar rear calendar rear calendar rear calendar وهنا famous places in aswan اماكن مشهورة في aswan famous يعني مشهورة خدنيها قبل كده famous places famous places famous places famous places in aswan famous places in aswan famous places in aswan aswan botanical garden botanical garden اللي هي حديقة نباتية يعني فيها زهور ونباتات aswan botanical garden طبعا garden عارفينها واسوان عارفينها الجديدة علينا هي botanical botanical garden أسوان بوتانيكال جاردن تمبل أف فيالة معبد فيالة أسوان ميوزيوم ميوزيوم يعني متحف أسوان أسوان ميوزيوم أسوان ميوزيوم أسوان ميوزيوم أسوان ميوزيوم أما مقابر النبلاء ركزوا معايا بقى عندي أول حاجة مقابر تومز أولا البي هنا ما بنطقهوش والأو بنطقها زي أحد طرق نطق اليو فبقول تومز والإس بقولها زد كمان يعني شوفوا الحكاية بايزة خلص لازم أركز في نطقها عشان نطقها مختلف شوية عن كتبتها نوبلز نوبلز يعني إنه بلاء نوبلز نوبلز سهلة لو قلناها بالروح تومز أف ذا نوبلز تومز أف ذا نوبلز تومز أف ذا نوبلز تومز أف ذا نوبلز قلناها كتير أهو بقت سهلة خالص شوف بقى يا بقولز لو حتعلم سوسكا إنها تراسل أي حد سواء حتكتب لدر خطاب إيميل بريد إلكتروني أو حتى حتكتب بوست كارد زي النهاردة ففي بعض الجمل والمصطلحات اللي لازم تعلمها لها عشان تكتبها في المرسلة دي وتعلمها إزاي تعبر عن اللي هي عايزة تقوله حديك بعض الجمل اللي بنستخدمها فعندي هنا مثلا أول جملة لما أراسل حد أقوله I am missing you missing you يعني أفتقدك يعني أنت وحشتني لما أكلم صديقتي أو صديق يقوله أنت وحشتني I am missing you missing هي miss يعني يفتقد I am missing you يعني أنا أفتقدك وحشني قولوا ورايا كده وحاولوا العبرات دي اللي إحنا هناخدها نستخدمها في الحياة عادي I am missing you يعني لما بابا مثلا يكون في سفر أو في عمل وأنا بكلمه أقوله إيه أقوله I am missing you أنا أفتقدك I am missing you وحشتني أقوله I am missing you يعني أنت وحشتني I am missing you I am missing you I am missing you أما لو عايز أعبر على أن المكان ده أحسن مكان أنا شفته ورائع جدا فبقول the most fantastic place the most يعني الأكثر fantastic place مكان رائع يعني أكتر مكان رائع the most fantastic place قرر ورايا حبيبي العبارات دي the most fantastic place the most fantastic place the most fantastic place ولو شفت فيلم عجبك قوي تقول the most fantastic movie the most fantastic توصف بيها أي حاجة عدباك جدا the most fantastic place the most fantastic place طيب لما روح أزور أسر أو حاجة تاريخية وتكون قديمة قوي فأقول دي يا دي مليانة بالتاريخ يعني دليل إن هي قديمة جدا فحقول full of history 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 ولو عايزة يا سوسكا تقول لصحبتك إن المكان اللي انت فيه اللي هو أسوان فيه حاجات كتير قوي ممكن تشوفها حتقول لها there is lots to see 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 يعني يوجد الكثير عشان تشوفي there is يوجد lots كثير to see لكي طول اللي احنا خدناها اللي هي لكي وبعدها الفعل في الانفينيتيف to see there is lots to see there is lots to see there is lots to see وكمان ممكن توصفي المكان it's a beautiful and calm please calm يعني هادئ وألاحظ حبيبي إن calm أولاً اللي silent ما بتتنطأش وهي كمان بتساوي كلمة quiet quiet يعني هادئ quiet calm quiet calm quiet خلي quiet هنا على جنب عشان هنحتاجها كمان شوية it's a beautiful and calm place it's a beautiful and calm place it's a beautiful and calm place ده مكان جميل حاولوا حبيبي تحفظوا تعبيرات يعني مش كلمات منفردة لما أحفظ تعبيرات زي كده أنا ببقى أقدر على الكلام بعد كده من إني أحفظ كلمات المشكلة عندنا إن إحنا لما بنكبر مش بنعرف نتكلم إنجليش إن إحنا وإحنا صغيرين بنحفظ كلمات فعلشان بقى أعد أدور على الكلام في دماغي من الشرق والغرب وعمل بيه جمل مش بعرفه فلكن أنا لو أحفظ كده إني في الموقف الفلاني هقول كذا وهقول كذا جمل كده جمل 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 حلاقي نفسي بتكلم بطلاقة it's a beautiful and calm place it's a beautiful and calm place طبعا بليس يا حبيبي مفرد عشان كده جاي قبل الصفة بتاعتها اللي هي beautiful a it's a beautiful and calm place it's a beautiful and calm place بنقول كتير أهو ندرسوهم كويس دول it's a beautiful and calm place طب لو عايزة أوصف المنازل إنها جميلة وألوانها زهية فحقول طبعا جميلة يعني beautiful أما زهية اللي هي لامعة bright لكن أنا هنا عايزة أقول بيوت جميلة مزينة بألوان زهية decorated houses decorated يعني مزينة يبقى beautiful brightly brightly دي حال حوصف حالة decorated بتاحها إن هي مزينة بألوان زهية beautiful brightly decorated houses beautiful brightly decorated houses beautiful brightly decorated houses beautiful brightly decorated houses حاول تقول الجملة على بعضها وتحفظها على بعضها beautiful brightly decorated houses منازل مزينة بألوان زهية جميلة beautiful brightly decorated houses beautiful brightly decorated houses أما أنا أقولها بالروحة كده وبلغة ما أتدرب عليها وأحاول أقولها على بعضها بسرعة في الآخر beautiful brightly decorated houses beautiful brightly decorated houses the oldest part of أسوان يعني أقدم جزء في أسوان old قديم the oldest فاكرين حبايبي المقارنة لما قلنا بنحط قبل الصفة ذا وبعدها e-st لما قارن بين أكتر من اتنين فأنا هنا بقارن بين الجزء ده في أسوان وباقية أجزاء الأسوان كلها فحطيت قبل الصفة ذا وبعدها e-st the oldest الأقدم old قديم oldest الأقدم أحنا عارفين old لما تذكر على الإنسان بيبقى معناها كبير في السن لكن على الأشياء بيبقى معناها قديم the oldest part of a swan أقدم جزء في أسوان the oldest part of a swan the oldest part of a swan أما buy boat buy boat يعني بالقارب buy boat buy boat buy boat buy boat بالقارب يعني رايح مكان بأي وسلة مصلط بجيب قبلها حرف قرباي يعني أنا رايح المدرسة مثلا بالبس فأقول buy bus buy car buy ship buy boat وهكذا أيوه طبعا مش رايح المدرسة بالمركب يعني بس يعني بس يعني هاي وسلة مواصلات بيجي قبلها buy buy boat buy boat buy boat particularly the fluca particularly معناها خصوصا particularly 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 هنقسمها عشان نعرف نولها صح particularly 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 from the fluca particularly 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 from the fluca particularly 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 from the fluca particularly from the fluca particularly from the fluca اما جو فور لانج ووكس يعني نذهب لتمشية طويلة لانج ووكس تمشية طويلة دي اخدناها قبل كده لانج ووكس 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 يعني يمشي هنا ووكس جايب معنا تمشية جو فور يذهب لأجل يذهب علشان يعني يتمشى جو فور لانج ووكس طبعا حبيبي التعبيرات دي كده بالورقة كده هنزلها لكم على جروب التليجريم through the desert عبر الصحراء through the desert through the desert there are no forestes there are no forestes يعني لا يوجد غابة طبعا احنا عارفين there are يعني يوجد انا هنا جبت no عشان انفي وجود الغبط يعني انا ممكن انفي وجود الغبط بطريقتين اقول there are no forestes او اقول there aren't forestes يعني لا يوجد يعني يا اما اجيب no يا اما اجيب not اللي بحطها في or تبقى aren't اللي اتنين نفي there are no forestes there are no forestes in fact 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 it's quite green quite green يعني خضراء الى حد ما quiet يعني الى حد ما quiet يعني الى حد ما ولكن الفرق في المعنى كبير جدا quiet التانية الاولى اللي هي الاي جوه معناها هادئ كأن الاي بتعمل دوشة اول ما تدخل جوه تروح الدوشة يبقى هادئ لكن quiet الاي برا معناها الى حد ما بتيجي قبل الصفات بتوضح درجة وجود الصفة زي very كده very very بس very جدا لكن quiet الى حد ما او الى حد كبير it's quiet green it's quiet green يبقى في فرق بين quiet وquiet quiet وquiet it's quiet green يعني هي خضراء الى حد ما i'll be so sad to leave i'll دي يعني i will الابسترو في هنا جاية بدال حاسف حرف الى وحرف الى will اللي هي معناها سوف وبيجي بعدها الفعل في الانفينيتف في المصدر فهنا بيقول i will be انا سوف اكون so sad so هنا معناها جدا احنا عارفين طبعا سو خدناها قبل كده بمعنى لذلك لما قلنا بيجي بعدها النتيجة لكن هنا جاية بمعنى جدا so sad حزين جدا to leave ان اغادر يعني لما يغادر leave يمشي يعني بيكون حزين مش عايز يسيب المكان عشان it's a fantastic place انه مكان ايه رائع يبقى i'll be so sad to leave 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 ساكون حزين جدا عند المغادرة i'll be so sad to leave have a good trip يعني استمتع برحلة جيدة طبعا هنا trip يعني رحلة قصيرة trip have a good trip have a good trip have a good trip trip طبعا انا مش عايز اتوسع قوي في النهاردة بالذات عشان التعبيرات اصلا كتير انتو عارفين طبعا انا كل مرة بحب اقولكو حاجات زيادة ومعلومات النهاردة المعلومات هي كافية جدا فبنقول الموجود بنزود حاجات بسيطة have a good trip have a good trip نوبيان فيلاج يعني قرية نوبية نوبيان فيلاج نوبيان فيلاج نوبيان فيلاج فيلاج يعني قرية تاون يعني مدينة صغيرة سيدي يعني مدينة كبيرة فيلاج تاون سيدي طبعا وكانتري بقى دي الدولة كلها فيلاج تاون مدينة صغيرة سيدي مدينة كبيرة كانتري دولة rein يعني فترة حكمه هنقولها كده زي كلمة رين اللي هي مطر رين رين ثاتموس 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 رين ثاتموس رين ثاتموس 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 رين ثاتموس 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 ثاتمع ثاتموس ثاتم응 ثاتموس دي اللي احنا قلنا عليها قبل كده يعني انا مش قادر انتظر بقولها لما بكون عايز حاجة تحصل بسرعة بسرعة فقول انا مش قادر انتظر يعني لا يمكن الانتظار لرؤيتك قريبا يعني عايزة اشوفك قريبا جدا جدا هنا عندنا تصريفات لبعض الافعال في المدارع وفي المودي عندي الافعال المنتظمة اللي هي بجيب المدارع ازود له اي دي او دي بس لو هو اخره اي او اي اي دي لو اخره واي قبلها حرف ساكن لازم لازم يكون قبلها حرف ساكن بحذف الواي وحط اي اي دي دي المجموعة اللي فوق المجموعة اللي تحت الافعال الريجولر الريجولر اللي هي غير منتظمة اللي هي ماينفعش احط لها قاعدة كل واحد بيبقى الماضي بتاعه بيتحفظ معاين هنشوف مع بعض المجموعة الاولى عندي ميس اللي هي يفتقد البست بتاعها ميست ميست ولاحظ ال اي دي هنا بقولها الت علشان ميس اخيرها ساوند سا ميست ميست ترافل ترافيل ترافل 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 يسافر او ينتقل ترافيل ويت ويتد هنا قلت اد لف ليفت هنا الاحظ في لف ان انا حطيت d بس cause اصلا عندها الاي بتاعتها لف لفت لوك ينظر نظرة يمشي وقت وسواء في الاثنين بنتقل إي دي ت عشان هما الاثنين أخيرهم اللي خارج من حرف الكي هنا نيم زودت لها دي بس عشان هي أصلا أخيرها إيه هنا حبيبي الواي أنا حزفتها وحطيت إي دي ليه عشان الواي قبلها والأر ده حرف سيك لكن لو كان متحرك زي مثلا بلاي بلايد ما بشلش الواي ولا حاجة بحط إي دي وبس إذن حسف الواي بيترتب على الحرف اللي قبلها لو اللي قبلها ساكن أحزف الواي وحط إي دي اللي قبلها متحرك بحط الإي دي وخلاص ما بحزفش حاجة بنخافوا إحنا من الحرف المتحرك الأفعال بقى irregular اللي هي الأفعال غير المنتظمة عندي هنا verb to be اللي هو تصريفاته في المضارع طبعا بي ده الانفينيتف بتاعه والمصدر بتاعه كل ما حب أجيب المصدر بعد will مثلا زي ما خدنا من شوية I will be بجيب بي اللي هو المصدر لكن في المضارع am is are طبعا عارفين am مع i is مع شلة الاس اللي هما هي وشي ويت وأي اسم مفرد كنا بنغنهم كده وار مع u ووي وزي وأي اسم جمع اللي في البست بقى was و where was للمفرد where للجمع was للمفرد where للجمع was للمفرد where للجمع was للمفرد يعني ايه يعني ال i وهي وشي وأي اسم المفرد يعني was الماضي بتاع am وبتاع is لأنه am بتيجي مع i وإذ مع البقيد يبقى was ماضي am وماضي is where madi are اللي هي بتيجي للجمع where madi are understand understood understand understood يفهم فهما understand understood find found find found find found see saw see saw see saw can could can could can could think thought think thought think thought think thought think thought think thought وهنا الجي itch silent feel felt feel felt feel felt وكده يا بقولوس خدنا كل الكلمات والتعبيرات والتكوينات اللي ممكن تستخدمها وانت بتعلم سوسكا ازاي تكتب على البوست كارد اللي هتبعته لصحبيتها داليا تمام يا ميس هنروح انا وسوسكا نكتبوا دلوقتي على البوست كارد وحنجيبه لحضرتك تقول لنا احنا كتبنا صح ولا ايه؟ تمام يا بقولوس وانا مستني ايه؟ I am waiting for you ايه رأيك يا ميس احنا كتبنا على البوست كارد؟ يا ترى كتبنا صح ولا غلط؟ تعالوا كده نقرأ الكلمات الجمل اللي على البوست كارد ونشوف بقولوس وسوسكا وبيزيبي كتبوا ايه؟ وانتو برضو قولولهم رأيكم في التعليقات في الكلمات الجمل اللي هم كتبوها على البوست كارد اول حاجة كتبوها هاي داليا اهلا داليا وده صاح برافو عليكو احنا دايما بنبدأ اي مراسلة مع اي حد ان احنا نقول له اهلا هاي داليا بعد كده How are you؟ كيف حالك؟ وده برضو مزبوط لازم نبدأ بان احنا نسأل عن الشخص اللي احنا بنرسله ونقول له كلام لطيف زي مثلا I am missing you انا افتقدك يعني هي بتقول لصحبتها داليا انتي وحشتيني طبعا يا حبابي دلوقتي حنلاق القطعة سهلة جدا بعد ما خدنا التركيب والتعبير بتاعتها الاول I am on انا على Elefantine Island Elefantine Island اللي هي جزيرة جزيرة Elefantine وهنا استخدمت حرف الجر on عشان هي island الجزيرة انا ببقى على الجزيرة مش في الجزيرة فايلاند بيجي قبلها on مش in on Elefantine Island And it's the most fantastic place وهي اكثر مكان رائع شفتوا بقى كله سهل ازاي عشان احنا قلنا الاول It's in Aswan هي في Aswan And there is lots to see وفي حاجات كتير جدا علشان تشوفيها Yesterday am I was traveling by boat انا كنت مسافرة بالقارب buy boat زي ما قلنا وسائل المواصلات اللي بنتقل بيها بيجي قبلها حرف الجر buy بواسطة بواسطة القارب المركب الشراعي الصغير To the island with my friends يعني هي روحت الى الجزيرة مع اصحابها بالمركب الشراعي We were trying to understand احنا كنا بنحاول ان احنا نفهم The Elefantine name اسم Elefantine ان هو يعني جه منين يعني سموا الجزيرة كده ليه We think it's the sheep واعتقدنا انه بسبب الشكل Elefantine Island جزيرة Elefantine is the oldest part of Aswan هي اقدم جزء في اسوان The oldest الاقدم برافو عليك يا بولوز انت استفدت من كل اللي قلناه قبل الكتابة وكتبت مصبوط In fact في الحقيقة All the island كل الجزيرة is full of history مليئة بالتاريخ After that بعد ذلك We went to the Aswan Museum ذهبنا الى متحف اسوان We were looking at all the old things from the island احنا كنا بنشاهد او بننظر على احنا قلنا look at ينظر الى All the old things جميع الاشياء القديمة من الجزيرة لاحظ هنا حبيبي فيه زمن مهمة قوي اسمه Best Continuous ماضي مستمر اللي هو We're looking وده اللي حنشرحه في Listen To ان شاء الله ستنون الالسيشن الجاي وحنشرحه بطريقة بسيطة جدا جدا انا وبقوله When we found a very rare calendar لما نلاقي تقويم نادر From the reign of Thutmose the third يعني انهما لقوا اثر عبارة عن زي نتيجة نادرة قديمة من عصر الملكة Thutmose الثالث But it's not only about history ولكنها مش فقط عن التاريخ It's a beautiful and complex انه مكان هادئ وجميل There is no traffic مفيش طبعا هنا مرور فهو هنا نفع بno There is no traffic وترافق حبيبي كلمة uncountable noun لا تعد اذا تعامل معاملة المفرد يبقى تاخد إث There is no traffic مفيش مرور So it's very quiet لذلك هو هادئ جدا يبقى هو قال لي هناك كلمتين اللي معناهم هادئ Calm و quiet And the air is clean والهوى نظيف We can go for long walks احنا نقدر نذهب في تمشيات طويلة طبعا نتمشى برحيتنا بقى الجوا هادي There are no forestes مفيش غابات But there are lots of trees ولكن يوجد كثير من الأشجار So it's quite green لذلك المكان أخضر إلى حد كبير طبعا بسبب وجود الأشجار The sunset غروب الشمس All fantastic رائع يعني هي عجبها جدا منظر غروب الشمس في الجزيرة Particularly from Fluka بالتحديد من Fluka المنظر جميل جدا We were walking in one of Nubian villages this morning احنا كنا نتمشى في أحد القرى النوبية هذا الصباح They have beautiful bright decorated houses وهم في النوبة عندهم بيوت مزينة بألوان زهية جميلة We had lunch احنا اتغدينا They're looking at the Nile وشاهدنا النيل واحنا بنتغدى Tomorrow is our last morning وبكرة آخر صباح لنا So we are going to walk to the tombs of the nobles لذلك احنا حنتمشى إلى مقابر النبلاء النبلاء يعني الطبقة الرقية في المجتمع فهو كان لهم مقابر مخصوص في العصر الفرعوني فهم حيروحوا يزوروا المقابر دي وهي بتبقى أماكن أثرية Through the desert خلال السحراء I'll be so sad to leave أنا حابقى حزين جدا إني أغادر المكان Can't wait to see you soon ومش قادر أستنى إني أشوفك بسرعة طبعا والتوقية سوسكا برافو عليك يا بؤلوز إنت وأصحابك كتبتوا على البوست كارد جمل جميلة جدا وواضحة وقدرتوا تعبروا عن اللي إنتوا عايزين تقولوه Well done أحسنتم Thank you Miss Eman Thank you Miss Eman Thank you Bؤلوز عايزة بس قبل ما ننهي السيشن بتاعنا أقول لحبيبي الصغيرين معلومة جميلة جدا عن الصورة دي Do you know هل تعلم Look at these rocks from the white desert بص على السخور دي من السحراء البيضاء What can you see ماذا تستطيع أن ترى إنتوا إيه رأيكم؟ السخور دي شبه إيه؟ أنا شايفة أني السخرة الصغيرة دي Looks like chicken تشبه الدجاجة وكمان دي looks like mushroom تشبه عش الغراب فهنا بيقول لي People often call them chicken and mushroom rocks الناس بيسموهم صخرة الدجاجة ويعشوا الغراب وفيه كمان سؤالين عايزة أصحابي يجاوبوني عليهم على البوست كارد اللي بعثته سوسكا لصحبتها سؤالين عايزة إجابة اكتبولي في التعليقات الإجابة على السؤالين أول سؤال فيهم How was Soska traveling to the elephantine island كيف سوسكا سفرت إلى جزيرة elephantine To السؤال الثاني Why will Soska be sad لSoska هتبقى زعلانة حزينة اكتبوا الإجابتين في التعليقات Thank you our friends ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك للفيديو كمان اوعوا تنسوا Bye استنونا مهم جدا شرح جرامر السيشان القادم إن شاء الله ما تنسوش اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته MIS AIM